انا حابب ان انا اتكلم على الوضع الاقتصادي لان دايما كل الكلام على الوضع الاقتصادي وكل شوية بتطلع مدخلات واشعات ويتقال معرفش ايه وحيحصل ايه وموقف الدولار ايه وموقف الجنيه ايه انا بس حابب ان انا اقول ان يعني صندوق النقد الدولي نفسه طلع مؤخرا لسه من خلال ايام قليلة جدا تقرير على الاقتصاد المصري وبيشيد بالاقتصاد المصري وان الحكومة المصرية نجحت بالرغم من كل التحديات اللي بتواجهها في وضع الاقتصاد المصري على المصاري الصحيح السياسة النقدية وانا حابب تاني اكد احنا ما بنتدخلش خالص في سعر الصرف احنا سايبينه تبقى لقليات العرض والطلب والحمد لله يا رب والحمد لله الرؤية موجودة وبتورينا تماما ان احنا الموضوع مستقر وفي الاطار مستقر ويمكن حضركم بتتابعوا كان فيه اجتماع للمجموعة الوزرية الاقتصادية هذا الاسبوع وبخلاف هذا الاجتماع احنا انا مع السيدة المحافظ يمكن ما بنعلنش احيانا على بعض الاجتماعات او بنطلع عليها بيان صحفي ولكن في الاسبوع الواحد مش اقل من مرتين تلاتة والامور الحمد لله انا بحابب ان انا اطمن المصريين الاوضاع الحمد لله مستقرة واحنا زاي ما بقول لحضراتكم بنضع لنفسنا انا عايز اقول مش عايز اقول لللفز ولكن السيناريوهات المتحفزة نتيجة للأوضاع الاقليمية بنضع دايما ايه هي السيناريوهات الاسوأ وحنتعمل معها ازاي للتمن شهور والعشر شهور والسنة الجاية عشان نبقى دايما محتاطين وعملين حسابنا للظروف والعوامل واي مفاجآت او صدمات ممكن غير منظورة تحصل فاندي احنا بنضع هذه السيناريوهات ونضع كمان لها خطة التحرك فدي انا حابب ان انا اقولها وتاني ارجع ليه لقاله السندوق ان الدولة المصرية يعني نجحت في هذا الموضوع فيما يخص السياسة النقدية على السياسة المالية اشاد ايضا بيعني تنفيذ الحكومة لعملية الترشيد الانفاق وان احنا فعلا موضوع الاستثمارات قادرين ان احنا يعني نضبط هذا الموضوع وده فعلا اللي احنا شغالين عليه بقوة ودايما زي ما انا قلت لحضراتكم عام 24-25 هو العام الاهم احنا الحمد لله يعني نقدر نقول يعني خرجنا كان من ازمة خانقة ولكن اهم شيء ان احنا نستمر في الانضباط المالي بتاعنا في عام 24-25 عشان يكتمل التعافي من الازمة اللي كانت يعني مصر كانت موجودة فيها ودي النقطة المهمة جدا بالنسبة لنا مستلزمات الانتاج تاني حا اكت مستلزمات الانتاج المواد الخام السلع الاستراتيجية هي الاولوية الاولى للدولة المصرية وبالتالي يمكن انا بتابع برضو اسبوعيا موضوع الدواء وان ابتدى طبعا جزء كبير من الادوية اللي كانت اساس كانت فيها مشكلة كبيرة ابتدت الحمد لله تتوفر وزي ما قلت لحضراتكم تباعا هنبدأ نحس ان شاء الله بانضباط سوق الدواء ما زال عندي عارف مشاكل وعندنا شركات بتقول احنا محتاجين تسرعوا بصرف المستحقات وفروق السعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار ودي شغالين عليها انا حابب بس ان انا اقول ان احنا ضخينا خلال الشهرين اللي فاتوا لهيئة الشراء الموحد في حدود 10 مليار جنيه علشان تسدد كان جزء كبير من الالتزامات اللي كانت لشركات الادوية وشركات المستلزمات الطبية فبنجتمع بهذا الموضوع علشان نضخ على طول ونشجع الشركات للعودة في الانتاجية ونعيد الاقتزان في سوق الدول لان ده كان شيء مهم جدا في هذا الشأن احنا كدولة بنحاول نرشد فعلا يعني بصورة جوهرية ويمكن حختم في الاخر بموضوع الطاقة استهلاكاتنا من او احتياجاتنا من العملة الصعبة كدولة من خلال الترشيد من خلال الترشيد الاستهلاك في كل المجالات حجم ورفع كفاءة توليد الطاقة باقل كمية ممكنة ولكن يبقى ان احنا التحدي ان احنا عايزين نزيد مواردنا بصورة كبيرة جدا من العملة المحلية من قطعات الرئيسية وعلى رأسا قطع الصناعة ويمكن عشان كده برضو قطع الصناعة ما بيعديش اسبوع غير لما بنقعد وبنتابع طبعا مع سيادة الفريق نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة بنعمل كل الحوافز اللي ممكن انها تتعامل في هذا الشأن يعني يمكن النهاردة يعني احنا اي مستثمر جاد بيطلب ارض علشان توسعات النهاردة القرار اللي مواخدينه ان يتم تفويد السيد النائب ان احنا بناخد القرار من خلال المجموعة الوزرية التي تتم صناعية ويتم التخصيص المباشر للاراضي للمستثمر الجاد اللي فعلا عنده رؤية واضحة لتوسعات لمصنعه او ان هو بيدخل صناعة جديدة وبالذات في الصناعات اللي احنا محتاجينها في هذا الشأن وايضا فيما يخص التيسير في اجراءات رخص البناء وخلافه ايضا في هذا الموضوع